ينتظر ألف السوريين في قرية مضايا المحاصرة إدخل المساعدة الإنسانية بعدما قضى الجوع على العشرات وحول آخرين إلى هيكل عظمية الحكومة السورية أعلنت موافقتها قبل ثلاثة أيام على إدخل المساعدات لكن أسباباً لوجسية حالت دون ذلك تتجه الأنظار غداً إلى القرية المحاصرة في ذل أنباء مؤكدة عن دخول أولى المساعدة الضرورية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلن أن أولى المساعدة الإنسانية ستصل غداً إلى القرية المحاصرة مساعدة إنسانية تشمل مواد غذائية ومستلزمة طبية قد تعيد الحياة لما يزيد عن أربعين ألف شخص هم سكان القرية قرية مضايا في ريفي دمشق تحكي فصولاً مروعة عن أبشع أنواع التنكيل الجماعي في حق المدنيين فعلى مدى ستة أشهر عاشت القرية حصاراً مشدداً من قبل قوات النظام السوري وميليشي حزب الله اللبناني خرجت معانة مضايا إلى العلن بعدما انتشرت صور على مواقع التواصل الشماعي تظهر أطفالاً ونساء وشيوخاً بدأ عليهم الوهن الشديد وقد بارزت عظامهم من شدة الجوع تقارر منظمة أطباء بلا حدود أكدت وفاة 23 شخصاً بسبب الجوع فيما أصيب آخرون بأمراض فتاكة جراء غياب أبسط مقاومة الحياة تشغل مضايا الرأي العام الدولي وتعيد إلى الواجهة الأوضاع الإنساني المزرية التي يرزح تحت وطأتها ملايين السوريين جراء الحرب المدمرة في البلاد اشتركوا في القناة